السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ديز وقصة جديدة طبعاً كالعادة اللي مو مشترك في القناة يشترك ويفعل جرس التنبيهات ويديني لايك ويكتب لي تحت كومنت بسيط يفرحني ويشجعني أكمل يلا نبدأ في الحلقات السابقة تكلمنا عن النفخ في الصور ويوم البعث ووصفنا أرض المحشر واليوم راح نكمل باقي الأحداث ونتكلم عن بداية الحساب في يوم القيامة بسم الله نبدأ القصة في يوم القيامة لما يبدأ الحساب حيكون مشهد عجيب جداً منظر هائل البشر وأعدادهم الكبيرة الجن والحيوانات وكل المخلوقات واقفين في أرض المحشر الناس تنتظر ويش هذا المشهد الكتب تطير ويتعجب الناس زيادة ايش هذا المشهد الغريب كتب تطير فجأة ينزل كتاب من السماء على الأرض ينزل وين؟ يطيح في يد إنسان الله وصف هذا المشهد بعض الناس يطيح هذا الكتاب في يمينه وبعض الناس يطيح هذا الكتاب في يده اليسار وبتكون هذه أول علامة واضحة للنجاح أو الفشل يا جنة يا نار قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً فهذاك الوقت بعض الكفار يحاول يخفي يده اليسار لأنه يعرف أنه حيجيه الكتاب على يده اليسار فيخلي يده ورى ظهره ما عنده ملابس مو عارف يخفي يده في أي مكان فيخفيها ورى ظهره فينزل الكتاب في يده الشمال ورى ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه يفتح الكتاب يبدأ يقرأ فيه يلاقي فيه الطاعات يلاقي فيه الصلوات الصيام القيام الصدقة بر الوالدين الإحسان إلى الناس مساعدة المحتاجين الذكر القرآن يشوف كل الحسنات يشوف الخير كتابه ينور فيجلس يتأمل ويتأمل ويفرح فرح عظيم ويبدأ ينادي اللي حوله يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمو قرأوا كتابي إني ظننت يعني أيقنت وكنت متأكد إني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية يا رب اجعلنا منهم يا الله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول لما يبدأ يفتح الكتاب ويشوف تقصيره في الطاعة ويشوف الكفر والفجور أو الزنا أو الخمر أو ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو الربا ويشوف كل هذه المعاصي اللي سواءها في الدنيا عقوق الوالدين قطع الأرحام يشوف كل هذا في الكتاب وقته يعرف أنه خلاص هلك ما في أي مخرج يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها يعني الموت اللي ماتها يا ليتها كانت القاضية يعني يا ليت الموت اللي موتها كانت هي النهاية وما بعثت وقمت وتحسبت وينادوه يقول له فين مالك خلي يجي ينجيك إيش يقول ما أغنى عني مالية فينادوه يقول له طيب خلي سلطانك يجي يساعدك وين جاهك وين عزك وين المناصب اللي كنت فيها في الدنيا فييش يقول هلك عني سلطانية هنا يجي الأمر من الله عز وجل خذوه فغلوه يعني ربطوه ثم الجحيم صلوه يعني ذوقوه عذاب جهنم فيدخلوه في جهنم غمسة وحده ويطلعوه فيجيبوا أنعم أهل الأرض واحد عاش في الدنيا في نعيم أكثر واحد متنعم في الأرض يجيبوه ويغمسوه غمسة في النار ويخرجوه ويسألوه سؤال هل ذقت النعيم قبل كذا؟ هل شفت سعادة قبل كذا؟ عمرك مرت عليك سعادة أو نعيم في حياتك في الدنيا بهذه الغمسة ينسى كل النعيم اللي كان فيه وهو كان متنعم في الأرض وعايش حياته فإيش يقول والله ما رأيت نعيما قط يعني عمري في حياتي في حيات الدنيا ما شفت نعيم أو سعادة من غمسة وحده ينغمسها في النار الموضوع صعب الموضوع مهيين الأمر فيه حساب فيه يوم قيامة فيه خمسين ألف سنة انتظار يقول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم فيه سلسلة درعوها سبعون ذراعا فاسلكوه يعني ربطوه بسلسلة طولها سبعين ذراعا السلسلة هذه يصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيش يقول إنها سلسلة من نار يدخلوها من فمه ويخرجوها من دبره والعياذ بالله يربطوه من جوه عذاب هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكل كبير وصغير مستطر كل شي مكتوب ايش يقول الله بعدها وأشرقت الأرض بنور ربها يبدأ هنا نور الله عز وجل يظهر وتشرق الأرض بنور الله عز وجل كيف الكيفية كيف بيظهر هذا النور الله أعلم هذه الأشياء ما يعلم فيها إلا الله عز وجل ووضع الكتاب يعني كل واحد أخذ كتابه وجيء بالنبيين والشهداء عشان يحكموا ويشهدوا على الناس وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الله عز وجل يش يقول ووضع الكتاب يعني كل إنسان أخذ كتابه بعدها يش قال فترى المجرمين مشفقين مما فيه المجرم لما يقرأ الكتاب يشفق على نفسه من أعماله السيئة الموجودة في الكتاب فيش يقول ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يعني كل شيء يسووا إن كان صغير كبير معصية خطأ شرك بالله عز وجل كل شيء موجود في هذا الكتاب ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أحصاه الله ونسوه حتى الأشياء اللي إنساها الإنسان من معاصي وذنوب وما يذكر إنه سواها موجودة في الكتاب كل إنسان مننا على كتفان وملكين يسجل كل صغيرة وكبيرة تسويها في حياتك إن كانت سيئة سجلوها وإن كانت حسنة سجلوها يا أخي المفروض نستحي من الله ونستحي من هذول الملكين اللي يسجلوا علينا كل شيء كل عمل تسويه ترى فيه ملائكة واقف على كتفك وتسجل كل شيء إذا استشعرنا وحسينا بعظمة الله عز وجل وحسينا أنه فيه فعلا وآمنا بالملائكة اللي تكتب صدقني رح يتغير مفهومك تماما وقبل ما تسوي أي معصية بتفكر ألف تفكير هنا جت الكتب ولسه ما بدأ الحساب لسه فيه مشاهد أعظم وأكبر من هذه المشاهد الناس على هذا الحال ويجي الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ما يقدروا يشوفوه يكون فيه غمام ينزل غمام ومعه الملائكة الله سبحانه وتعالى ينزل من وراء هذا الغمام فينزل الله سبحانه وتعالى عشان يحكم بين الناس وبين العباد كيف الطريقة اللي ينزل فيها الله عز وجل الله أعلم كيفية تليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما في شيء يشبهه فينزل الله عز وجل يقال للناس في هذاك الوقت هل بينكم وبين ربكم علامة فيقول الناس نعم بيننا وبينه الساق أن يكشف عن ساقه عشان نعرف أن الله عز وجل موجود قدامنا ونسجد له يا الله منظر مهيب شيء غريب مشهد عظيم فيكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه يكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه ما يكشف عن حاجة ثانية بس يكشف عن ساقه ويؤمر الناس بالسجود يا الله يا رب ما أعظمك يا رب الحمد لله خلقتنا مسلمين يا رب خلينا من الناس لتأخذ كتبهم بيمينهم يا رب لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم كل المؤمنين يسجدوا لله العظيم لكن اللي كفروا بالله عز وجل فجروا ونافقوا فالله عز وجل خلي ظهورهم صلبة ما يقدروا يسجدوا يقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون كانوا يقدروا يسجدوا في الدنيا لكن هم رفضوا وما يسجدوا لله الواحد القهار في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون رفضوا السجود في الدنيا فما يكرمهم الله عز وجل بالسجود في الآخرة لا إله إلا الله فهذا المشهد العظيم والعجيب اللي لازم نتذكروا دائما روحوا فكروا في هذا الموقف قبل ما تنام الليل فكر في هذا الموقف بعد ما تصح من النوم فكر في هذا الموقف لما تيجي تصلي لله عز وجل فكر في هذا الموقف تسجد لمين؟ تسجد لله العظيم لما تصلي فروضك الخمسة وقت السجود فكر بعظمة الله لا تستثقل صلاة التراويح وفي شهر فضيل وجوره مضاعفة لما تجي تصلي التراويح لا تستثقلها بالعكس تعطيك فرصة لكثرة السجود الله عز وجل وكل مكان تسجد فيه يشهد لك يوم القيامة يا الله إيش نبغى أحسن من كذا فكروا في السجود فهو أعظم عبادة فكروا كيف بنكون قدام الله عز وجل والكتاب فين بيكون يا في اليمين أو في اليسار أنت تختار وين بيكون كتابك يا يكون في يمينك يا يكون في يسارك ووضعك يوم القيامة تبا تكون من الناس اللي لابسين ولا تبا تكون من العراه هذه مشاهد لازم كل إنسان مننا أنا وإنت وكلنا لازم نحسب لها ألف حساب لازم من اليوم نشتغل على هذا الأساس وهذا الهدف الهدف قدام الهدف مو الحين ولا السنة الجاية ولا السنة اللي بعدها الهدف بعدين الهدف في يوم الحساب في الآخرة الهدف الأسمى والأعظم هو الجنة قدم في الدنيا تلاقي في الآخرة تذكروا الحال تذكروا عظمة الرب اللي حنوقف قدامه فهذاك الوقت ولازم تعرفوا أنه في هذا الوقت حتكون بداية الحساب وهنا يبدأ الحساب قبل ما يبدأ الحساب يصير شيء ثاني والناس في أرض المحشر تخيل معايا منظر هذا الإنسان الكافر وهو يطالع في أرض المحشر الشمس قربت العرق يتصبب إلي ما بيغرق فعرقه ويجي الله سبحانه وتعالى ويكشف عن ساقه بجلال وعظمته ويدعى هذا الكافر للسجود فما يقدر يسجد هنا يصير هذا المشهد المرعب مشهد العجيب هنا يؤتى بالنار تجر النار جر إلى أرض المحشر النار تيجي إلى أرض المحشر يقول الله سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى هذه الحياة الحقيقية يا ليتني استعديت لها يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك هذا له كلهم الملائكة يجروها تخيلوا أربع مليار وتسعمية مليون ملك يجروا جهنم لأرض المحشر وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحان الله تخيل هذا المشهد الهائل وهذه الأعداد الكبيرة الضخمة من الملائكة وبقوتهم ومعظمتهم يجروا جهنم فيجيبوا جهنم لأرض المحشر إيش يصير للناس وقتها الله يش يقول وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة وإذا رأتهم النار تشوف الناس سبحان الله الله سبحانه وتعالى يصور جهنم وهي تشوف وتسمع وتشهب وتزفر كأنه فيها حياة وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا النار أول ما تشوف الكفار تبدأ تغلي وهي تشوفهم هنا يصير مشهد عظيم وهائل قدام الناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنق يخرج من النار يوم القيامة العنق هذا له عينين تشوف له اذنين تسمع ولسان ينطق إيش يقول يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد تبدأ بهذه الناس وبكل من دعى مع الله إلها آخر وبالمصورين يقول الله عز وجل وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا تمر قدامهم يشوفوها الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا يقول الله تعالى وبرزت الجحيم للغاوين لما يشوف الناس هذا المشهد مشهد جهنم بجبروتها وعذابها تجر بهذا المشهد هنا يطيح الناس على ركبهم كل الناس يطيحوا على ركبهم فهذا المشهد يقول الله عز وجل فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية يعني على الركب يقول الله تعالى وترى كل أمة جاثية الكل على الركب من هذا المنظر والمشهد المرعب مشهد النار الجحيم سقر السعير ترى هذا المشهد ما يصبر قدامه أحد ويبدأ العرض على جهنم يقول الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ يعني هذا جهنم اللي كنتوا تكذبوا فيها إهي قدامكم أليس هذا بالحقال بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فتخرج هذه العنق اللي خرجت من النار وتدخل في أجواف الكفرة تدخل في جوف الكافر إليما توصل لقلوبهم نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تدخل في جوفهم إليما توصل قلوبهم فهذا المشهد العظيم فهذا الذل الشديد للكفرة والفجرة وتشوفهم يطالع في جهنم يقول الله سبحانه وتعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي يعني يطالع من طرف عيونهم ممقدرين يشوفوها ما يقدر يطالع فيها من الخوف عشان كذا يطالعوا بطرف عينهم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ما في نجاح ما في مفر يبدأ الكفار يذكر الشي اللي صار لهم في الدنيا فترة بسيطة قصيرة لو إنهم أطاعوا الله في الدنيا كأن نجهم الله من هذا المشهد كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كل هذه الدنيا وهذه الحياة اللي عاشوها كأنها ليلة وضحاها هل تسوى الدنيا إنه نضيع النعيم العظيم؟ هل تسوى الدنيا إنه الإنسان يعرض نفسه لهذا المشهد ولهذا الأمر المرعب عشان لحظات شهوة عشان لحظات معصية هل تستاهل؟ هنا لما يشوف الكفار هذا المشهد يعرفوا إنه خلاص هم من أهل النار يقول الله عز وجل ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة ما في مفر منها لكن المؤمنين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه المشاهد المرعبة ما هي لنا إن شاء الله هذه للكفار ما هي للمؤمنين أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين اللي ما نشوف هذه المشاهد لأن هذه المشاهد للي يعاند وكفر بالله عز وجل لكن المؤمنين أبشركم حتى صوت جهنم ما تسمعون يقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أبشروا إحنا كمسلمين كمؤمنين ما في فزع ما في خوف ما حنشوف هذه المشاهد ما حنسمع صوت جهنم ولا حنشوفها لأن الله أبعدنا من هذه المشاهد يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وبكذا من قصتنا لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات وأهم شيء اللايك لأن اللايك يحمسني أكمل بمانيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر